شكرا على وفاياكم والآن إلى أخبار الاقتصاد حيث يصحبنا الزميل عبدالصمد صالح بصباح الخير مرتنا أخرى صباح الخير أناس إذن البداية عبدالصمد بالعلاقات التجارية بين المغرب والصين على ضوء الزيرة الملكية التي قام بها الملك محمد بن سيدس إلى الصين وتوقيع شركة الاستراتيجية بين الرباط وبيكين نعم نسر رغبة في تعزيز العلاقات التجارية بين المغرب والصين وتقدر صادرتها المغرب في اتجاه الصين بمليار وسبعمائة وعشرة ملايين درهم بينما بلغت والداته من العلاق الأسيوي 22.59 مليار درهم وتأتي أجهزة البث والإرسال على رأس الوالدات المغربية من الصين بأزيد من مليار درهم متبعة بالشاي ومشتقاته بـ 1.41 مليار درهم بينما يصدر المغرب نحو الصين معادن الرصاص والزنك والنحاس والمنتجات الأزوتية والأسمدة والأسماك المجمدة نبقى دائما في المغرب والاستعدادات لموسم عبور 2016 وتعزيز للخط البحري الرابط بين إسبانيا والمغرب في ظل توقعات أنس بطرب أكبر على سفن نقل المسافرين تدخل سفينة جديدة خدمة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا استعدادا لبدء عملية عبور 2016 شهر يونيو المقبل وأعلنت الشركة الدولية البحرية FRS أن السفينة أندلس أكسبرس ستشرع في نقل المسافرين بين ميناء طنجة المتوسط ومورتير الإسباني وكان الوزير المكلف بالمغربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو قد أعلن عن وضع أسطول بحري يتكون من 24 باخرة منها باخرة احتياطية خلال أيام الذروة رهن إشارة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار الاستعدادات الجارية لعملية مرحبا 2016 وإلى القطع البنكي في الجزائر حيث يعتزم البنك السويسري HSBC هي سحب أنشطته في الجزائر بسبب انخفاض في المردودية نعم أناس وذلك يرجع أيضا إلى النظام المصرفي في الجزائر الذي لا يغري كثيرا المستثمين من القطاع الخاص وهو ما دفع بنك HSBC السويسري إلى التفكير في وضع حد لأنشطته في الجزائر ضمن استراتيجية واسعة من أجل إعادة التموقع في الأسواق التي تحقق مردودية أكبر وستؤدي الاستراتيجية الجديدة للمجموعة إلى حذف 87 ألف منصب شغل وإعادة الانتشار في 71 بلدا بدل 88 بلدا في الوقت الراهن ويبدو البنك عازما على مواصلة الانسحاب من البلدان التي تحقق فيها عمليات البنك مردودية ضعيفة وخاصة الجزائر التي سجلت إرادات الفوائد الأضعف بـ 2.5 مليار دولار نبقى في أفريقيا عبد السمود وقرار الحكومة النيجرية بالرفع من تسعير المحروقات إلى نسبة 67% وهو ما يعتبر شيئا غريبا ربما لأن البلاد منتج للنفط نعم نسوى إذا ظهر السبب بطل العجب في ظل انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية والأزمة الخانقة التي تعاني منها الميزانية في نيجيريا رفعت حكومة نيجيريا إذن أكبر مصدر للنفط في إفريقيا أسعار الوقود بنسبة 67% تحت ضغط تراجع أسعار النفط عالميا وحثت الحكومة والبنك المركزي على تبني سياسة للعملة أكثر مرونة لتحفيز الاستثمار بينما يصارع أكبر اقتصاد في إفريقيا أسوأ أزمة منذ عقود وألحق هبوط أسعار النفط العالمية ضررا بالغا بإرادات الدولة وتسبب في نقص في العملة الأجنبية وتوقف مشاريع للبنية التحتية مع قيام شركات بتسريح آلاف العمال نتحول إلى موضوع آخر عبدالصم الدوادرة ستظهر تأثير الفساد المالي على الاقتصاد العالمي وخسائر تعد بمليارات الدولارات نعم أناس بسبب الرشاوة التي تؤثر بشكل قوي على النمو في معظم دول العالم فقد قال صندوق والنقد الدولي إن الفساد بالقطاع العام يكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدل بما بين 1.5 تريليون وتريليوني دولار أمريكي سنويا وتأتي هذه الخسائر الضخمة في صورة رشاوة تتسبب في تكاليف أكبر على الاقتصاد بينها إضعاف النمو الاقتصادي وفقدان إرادات ضريبية واستمرار الفقر وفي ورقة بحثية جديدة قال الصندوق إن مكافحة الفساد أمر مهم لاستقرار الاقتصاد العالمي معتبرا أنه أحد المهام الرئيسية للمؤسسة الدولية هذا كل ما لدينا مشاهدين في فقرة الاقتصاد وعودي لك أنس لاستكمال باقي فقرات النشر شكرا جزيلا لك عود صمرة لهذه الجولة الاقتصادية مشاهدين بعد قليل تلتقونا مع قراءة في أبرز عنوان الصحف رفقة الزميلة سحر مسليمان تفضلوا ببقاء معنا